بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحبيب وسلام عليكم أينما كنتم كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكون ساحتكم مزيانة تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله وإن شاء الله حد نبصل معكم جوف ديالبيجامات من ملحف واحد هاتو الإبيجامات إن شاء الله عادي يكونوا بلاس لعا يعني بلاس فيفا بلادون تيل البيجامة عادي يجيز واقع منها وعادي يجي إن شاء الله نزوينا وكانتمنى تعجبكم من نسبة للتوب عندي هنا ملحف قسمته على جوج وكل الطرف يعني ملحف ما كاملش هذو كيجيو ناقصين شوية يعني عنا هنا في كل ملحف فيه جوج مترو وربعة سنتيم عنا هنا نص ديال الملحف عادي نطوع على جوج الجهة ديال تقطع مع الجهة ديال تقطع والجهة الحشية مع الجهة الحشية الجهة المفتوحة هي اللي عادي تكون لعندي كالعادة وعادي نطوع على الجهة المسدودة ونخليه بالأسط الكمام من نسبة للسواقات اللي هنا يا أنا عادي نخلي هاد السواقة هادي يعني هادي هي اللي عادي تكون عنا في الصدر عادي نطوعها من نص ديالة في الوسط ديالة وعادي نقضو التوب باش كاجينا في الوسط ديال الصدر هكذا كنكونو يعني اطوينا التوب دب ان شاء الله هادي نطبقو العبارة عنا في الكتاف 20 سنتيم زائد واحد ديال الخياطة هي 21 سنتيم هادي نطيحو الكتاف ب3 سنتيم ونرقبات الخلف ندخلو ب8 سنتيم ونزلو بجوج ديال الصنتيم ونديرو التقويرة ديال العنق ديال الخلف بنسبة للتركيز عادي نطبقو 25 سنتيم هادي نديرو العبارة ديال الصدر عنا 28 سنتيم هادي نديرو هنا يا مستطيل هنطلعو هنا يا ب3 سنتيم وعادي نقسمو عادي المسافة اولي ع sax نزلو ب16 سنتيم وعادي ندخلو بسنتيم بنسبت للخلف كندخلو بسنتيم والامام كندخلو بجوج ديال الصنتيم عادي نزلو هنا يا ب14 سنتيم نديرو العبار ديال الحزام عنا هادي هنا يعني ندخل بسنتيم عادي نعاود ننزل ب14 سنتيم وندير العبار دياللي هانش عن دي 33 سنتيم نسبة لجلايل بقت لي 40 سنتيم في جلايل هادي اللاقيها مع هاد النقطة لانني خليت لكم من الجيل الخورة بش يكون عنا نفس زواقة في الكم انا نوريكم الطريقة يعني خليت 20 سنتيم من تحت حداء ديك 40 سنتيم نسبة للرقبة ديال الخلف ديال امام عفوا نزلت ب8 بعشرة ديال سنتيم ديبعد نقطعه الخلف من بعد نحيده يعني واحد ونخليه واحد اللي هنديره عليه تعديلات ديال امام ان شاء الله البنات كانت مننا ان شاء الله الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللي لايك واللي ما زال ما اشتركتش معنا كانت مننا ان شاء الله تشارك معنا وتفعل الجرس باش يوصلها كلها جديد دب ان شاء الله عادي نبدو يعني بيجامات ديال الصيف باذن الله وعادي نطبق معكم موديلات هكذا كنكون قطعنا دب عادي نحيدو الخلف يعني عادي نحيدو واحد اللي هو الخلف وعادي نخليه الامام كيف مما كتلكو منزلت هنايا بعشرة سنتيم في الرقبة ديال الامام وعادي نديرو رقبة دائرية عادية عادي نزله هنايا بسنتيم ونص وعادي ندخلو هنايا في الابت بسنتيم لاننا رقبة دخلنا بسنتيم في الخلف الامام كندخلو كيف مكتلكو بجوش ديال سنتيم من نسبة الجلائل عادي نطلعو هنايا بواحدة سنتيم هكذا كنكنو سلينا الامام والخلف دب ان شاء الله عادي نفصلو الكمام هنتو ما كيف مما كتشوفو عادي نرضو ديك الزواق على الزواق باش عادي تجينا نفس الزواق يعني يكون الكم في حلكم يكونوا الاكمام بجوج متشابهين هنتو ما كيف مما كتشوفو عندي هنا يا عشرين سنتيم كيف مما كتلكم هنقلب لكم باش يجيكم واضحين ان شاء الله عدنا الطول في الكم عندنا 42 سنتيم لانا السيدة بغت لكم 42 ولكن كنا بغي نديرو كوم طويل يعني عنا ممكن اننا نديرو بيجاما بالكمام طويل ولكن هدي بيجاما صيفية مولا تبغتها بآ يعني بغت هنايا عادي ناخدو ستا وعشرين سنتيم كنزلو هنايا باشرة سنتيم يعني هنا ستا وعشرين سنتيم كندخلو هنا بثلاثة سنتيم وكنقسمو هاد المسافة على جوج من بعد على اربعة الجيال العالية كنطلعو بسنتيمونس والجيال اللي عبطة كنبطو بسنتيمونس وكنديرو تقويرا عندي كيفما كتلكم في دورات الديرع عندي عشرين سنتيم هنايا عادي نديرو دورات ديال الديرع كنزلو بخمسة سنتيم وكنناخدوها هاد المسافة من هنا اللي هنا كنقسموها على جوج وكندخلو بسنتيم صفيقو كلا قولكم هكده كنكونو سلينا الاكمم بعد ان شاء الله عادي نديرو اه تسبتين ديال الامام وتسبتين ديال الخلف كده يا انتو ما شوفوا الاكمم عندو بنفس الرشمة هنا يعني نفس الزواق اللي هنا هو اللي هنا يعني اكمم جوج متشابهين دبها التوب اللي بقلنا هنا يا عادي نديرو بيه تسبتين يعني يجيب اختياري لحسب الكليانة ديالكم واش طلباتو اولالا وليلة كنتو عادي نديرو بيجامنة البيع يعني ممكن ما تستغنوا على الجيوب هدا هو توب اللي كي بقلنا حدا الايبت فاش كنفصلو اه يعني الامام والخلف كنحطو اه يعني ادينا بهات طريقة مش كتعرفي الحجم ديال هذا ديال الايد ديال كتصفيها كواجيب هدو راجوش ديال الطرفة يعني كيف ما كيبقى عدناكك وما اللي كنديروه هاتخدو انتو ما تمانية وعشرين سنتين في الطول وعشرين سنتين في العرض من نسبة لتسبتين ديال الامام والخلف نديروهم بها الطرف ديال التوب اللي بقى كنتو التوب على الجوج كنجيبو اه الخلف اولي الامام اللي بغينا نفصلو وكنحطوه على الجيهة اللي مسدودة يعني الجيهة المسدودة على الجيهة المسدودة بهاد الطريقة سفي وكن نقطعوه ممكن استراصيو عاد تقطعوه من نسبة لبنات المبتدئات بش ما تقطعوش يعني الظهر اولي الامام اللي انتو ما كنديرو له تبطين هنا ياخدو عشر سنتين دائرية تقريبا اولا تمانية اولا ستة اختيارية يعني هاد المسافة هكا كيكون تبطين ديال الامام وبنفس الطريقة عادي نديرو التبطين كذلك ديال الخلف هاد الطريقة بنسبة الفينيسيون ان شاء الله نشارك معكم مجموعة ديال الطرق يعني في حالة ما اذا ما بقى لكم شتوب باش ديرو تبطين اولا كده يا هكا كنكونو قدرنا تبطين ديال الخلف بنسبة الخياطة سفي كنحطو الامام هكده يا الوجه اللي عندنا وكنديرو تبطين الوجه على الوجه وكنخيطو هنا يا خياطة دائرية مكنج بدوش تجوب كنحاولو اننا نمشيوها كده بشكل دائري يعني عبار صبتها كده يا حتى كنوصلو نشيها اخرى من بعد ان شاء الله انشان كراني هاد يعني بلا ما كنوصلو الخياطة كراني بلا ما توصلو الخياطة باش حيت كتقلبو التبطين الداخل ما كيكونش عندكم شي ديفو صفي هكده وكنخيطو بعبار الصبات ولكن عندكم يعني توكي اه شيلون لي وواضح ما ديروش عبار الصبات كتخيطو غي من الجيها ديال التبطين صفي كنعودون نخيطو التبطين من الفوق يعني من التحت ديالو باش كنتبتو من بعد كنحطو هكده يا الخلف وكنحطو عليه الامام وكنحطو التبطين ديال الخلف وكنخيطو هكده يا يعني من هنا وكنكراني واحتى هو يعني كنقطعوه بلا ما كنوصلو الخياطة صفي وكنقلبوه بنفس الطريقة اللي خدمنا الامام احتى هو ان شاء الله كنلسقو الاكمام صفي يعني كنديرو اه كيف ما شاركس معكم في واحد الفيديو اللي ما فهمه الشكلة لي ونحط لها الفيديو كامل ان شاء الله صندوق الوصف سفي هكده كنقلبو هكده كتكون عنا البيجاما دب ان شاء الله عادي نخيطو الاكمام وكذلك عادي نلسقو جيوبة وعادي نوريكم نتيجة نهائية ان شاء الله كيف ما كتلكم كنلسقو هنا يا يعني كنخيطو اه هدا بنيسبة الجيب كننزله من هنا يلي هنا تلتاش احتار ربعتاش سنتيم وكن عبرو تناشل سنتيم بنيسبة الجيب وعادي نكريني واحد نصف سنتيم من هنا نصف سنتيم من هنا يا صفي او كنخيطو يعني الجيب عندو بزاف ديال طرق باش كيتخيط وان شاء الله في كل الموديل عادي نبقى نشارك معاكم واحد الطريقة ولي ما فهمت شي حاجة ان شاء الله تكتبها ليه في التعليقات من بعد كنجيبو الجيب وكنحطوها كدا يا هادي هي النتيجة ديال بيجامات بجوج يعني واحدة درنا فيها ازواقا في الوسط واحدة درناهم في الجناب باش نوريكم طريقة باش تستغلو هادي بيجاما بلا سلعة كجيزوينة انتو ما شوفوا الكميمات كيجوا عندو من نفس الزواق والعنق دائري عادي لكن تيجي رائع في اللبسة ومن التحت كتكون عندنا نفس الرشمة